اطمئني يا نفسي يا رب بصبر انتظرك وانت وحدك القادر على نجدتي يا رب انت ملجأي وحصني وبك انا ثابت لانك تحفظني اشعر كاني حائط مائل او سور على وشك الانهياري اعدائي يهاجمونني ويسعون لهدمي يتآمرون على سقوتي من سمو ومقامي يحبون الكذب ينافقون بألسنتهم والقراهية تسكن قلوبهم اطمئني يا نفسي فانا صبرت وتوكلت على ربي يا رب انت ملجأي وحصني وبك انا ثابت لانك تحميني يا رب انت تحفظني وتكرمني وانت ملجأي الحصين الذي يأويني يا ايها الذين امنوا توكلوا على الله في كل حين فالله هو ملجأنا وهو المعين فما الانسان الا نسمة فانية ولا يعزم على الله احدا فالعظيم والحقير سواء مجرد نفخة هواء اذا وضعت على الميزان لا تزن شيئا لا تغتروا بالقوة ولا تتفاخروا بالنهب ولا تتوكلوا على الثروة فان العزة لله جميعا كما قال الله عن نفسه وان الله هو اللطيف وهو يجازي كل انسان بحسب عمله اشتركوا في القناة